هل تحمل بالحديث عن الأمل ومستقبل أفضل لمصر؟ هل تحمل فغامة الرئيس انتقال فقط لمباني جديدة؟ أم هناك فلسفة تناقشونها مع الحكومة؟ ما الفلسفة ومحور هذه الفلسفة؟ لا، أنا قلت في وسط الكلام قلت تحدي التواجد المكسف في شريحة أرض 5% من مصر مصر مليون كيلومتر مربع، 5% يعني 50 ألف كيلو بقلهم كده قديه بقنا كده العمر كله خلاص ذقت علينا وحتى بيئياً بقت مؤزية اللي حصل إن إحنا قلنا إيه؟ مش العاصمة، إحنا بنتكلم في 24 مدينة ذكية، كم؟ 24 مدينة ذكية طبعاً ليه؟ لأن النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده بقى فيه أكتر من 40-50% من الكتلة السكانية في مصر عشوائيات خلاص بقى مفيش تنمية عمرانية خالص بقى الناس عايزة تعيشوا بس فكان لابد إن إحنا نخرج برة الشريحة دي ونصل لـ 10-12% من مساحة مصر إذن إنت بتتكلم بقى لك عشرات ويمكن أكتر من 200 سنة عايش على 4-5% وعايز في خلال عشر سنين تبقى على 10-12%؟ أيوة، والعاصمة جزء منها طب الفلوس جاي منين يا فيصل؟ الفلوس جاي إيه؟ منين؟ منين؟ طيب، الموازنة الحكومة لا تتحمل بناء المدن دي لكن الفكرة دايماً اللي أنا بقولها للدول اللي هي عايزة تحل مسائل وظروفها الاقتصادية لا تستطيع أن تحقق ذلك أنا النهاردة كان متر المساحة العاصمة 700 ألف آسف 700 مليون متر مربع 700 مليون متر مربع لو أنت حسبت المتر بمية جنيه يبقى 70 مليار ولو حسبته بألف يبقى 700 مليار ولو حسبته بعشرة يبقى 7 تريليون والمتر؟ ما أنا حفاهمك إزاي تحاوله من متر بمية جنيه لمتر بعشرة تلاف جنيه؟ تحدي كبير ما أنت عندك نبو سكاني وفي طلب أنت عندك كل سنة بيتجوز 700-800 ألف شاب وشابة يعني أنت بتتكلم في عدد من الوحدات السكنية بعيد عن الريف الريف 50% تقريبا من الطلب ده نعم موجود هناك لكن على الآن أنت عايز 400-500 ألف شقة سنويا طب أنا النهاردة أعملوا في القاهرة الزحمة أعملوا في اسكندرية الزحمة أعملوا في إياه محافظة من المحافظات الزحمة ولا أطلع بره فأطلعنا بره فلما أطلعنا بره إحنا من خلال الأرض دي اللي عاد تسعيرها بالفكرة يا فيصل بأنها بقت العاصمة فبقى المطور العقاري عايز يخش أنا اشتغلت مطور استراتيجي في الـ 24 مدينة اشتغلت مطور استراتيجي الدولة اشتغلت كده من فلوس منين من الأرض دي لكن فخامة الرئيس هناك حديث عن أهمية وضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة البعض يرى أن في ظل هذا التحدي الاقتصادي لا يمكن الحديث عن بنيان لا بد الحديث عن الإنسان يعني كيف يمكن الرد على مثل هذه أنا أردت عليك وقلتك التحدي بتاع جودة التعليم والتحدي بتاع جودة الصحة الاتنين دول مع بعض عمل فرص عمل يعملوا اللي انت بتتكلم عليه الإنسان اللي انت بتتكلم عليه ده برنامج طويل قوي أنا لما أجي أعمل مصار تعليم جديد أو مصار تعليم متطور أشوف نتائجه بعد كم سنة؟ بعد سنين عقود 14 سنة كم؟ 14 سنة 14 سنة أتلقوا النهاردة أشوف نتائجه كأول خريج بالتعليم المجودة بعد 14 سنة لخطة طويلة طويلة الأمل نرجع للعاصمة أنا النهاردة كان عندي مشكلة في الجهاز الإداري في الإيه؟ الجهاز الإداري جهاز الإداري متراهل متراجع توظف مليون ونصر أثناء الثورة كده بقى زيادة وكان بتلته يشتغل الجهاز الإداري طيب حامل إيه؟ طيب وأنا في العاصمة الجديدة دي حملت ميكانة كاملة الحكومة الذكية على أعلى مستوى ثم كل المطالب المطلوبة لحكومة جديدة مش حكومة جديدة كأشخاص كفكرة كفكر جديد يبقى موجود في العاصمة طيب إن شاء الله إيه؟ إنت كلام ده؟ إن شاء الله السنة دي نكون نستكلم بدأتم نحن بدأنا السنة اللي فاتت